موسيقى نشأت منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار وابرز عنوينها مستشفى مصرط يؤكد وصول 11 قتيلا و30 جريحا جراء العمليات العسكرية في صرف وأطن فني يسقط احسى الطائرات التابعة لعملية البنيان المرصوص ونجاة قائدها القوات الخاصة الصائقة تعلن مقتل أمر غرفة عمرياتها جراء انفجار لغم أرضي لمحور القوارشة ومجموعة مسلحات تعلن عن تأسيس صرايا الدفاع عن بنغازي أعضاء مجلس النواب والمجلس الرئاسي عن منطقة الجنوب يشددون على ضرورة حل التشكيلات المسلحة وإعادة تأهيل عناصرها موسيقى فضى الناطق باسم مستشفى مصرط المركز عبد العزيز عيسى وصول أحد عشر قتيلا وثلاثين جريحا الخميس جراء الاشتباكات الدائرة بالقرب من مدينة سرد بين قوات عمرية البنيان المرصوص من جهة وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة من جهة أخرى يذكرنا تفجيرا بسيارة مفاخخة سادف قوات عمرية البنيان المرصوص شرق المحطة البخارية غرب المدينة ما أدى إلى قتل وجرح في صحوف تلك القوات أعلن المركز الإعلامي لعمرية البنيان المرصوص قتل شهدين واثني عشر جريحا جراء استهداف سيارة مفخخة لقواتهم خلال تقدمها نحو مدينة سرد شرق المحطة البخارية التي سيطر عليها يوم الأربعاء وأضاف المركز أن يحذى طائراتهم المقاتلة سقطت بعد تنفيذها غارات ناجحة على مواقع ما يعرف بتنظيم الدولة إثر عطل فني مؤكدا سلامة قائدها وكان عضو المركز الإعلامي لغرفة العمريات الخاصة أحمد هدية أفاد بإصابة ستة أفراد من قوات البنيان المرصوص بعد تجدد الاشتباكات مع ما يعرف بتنظيم الدولة شرق محطة سرد البخارية مساء الخميس أعلنت قوات عمرية البنيان المرصوص أن قواتها لا تزال تتقدم نحو أهدافها في مدينة سرد حيث تمكنت من تحرير عدة مناطق وهي الآن داخل الحدود الإدارية لمدينة سرد وأضحت الغرفة خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء الخميس أنها تحقق توقفا كبيرا على الأرض في مواجهة عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة خاصة في المناطق المفتوحة إلا أن قواتها تواجه صعوبة في التعامل مع سيارة المفخخة القادمة عبر مفترقات الطرق العدو من ناحية أفراده وأومشات في كل المواجهات معه نجحنا 100% والمنطقة المفتوحة كانت سهلة لنا بامتياز العدو يستخدم في السيارات المفخة وهذه تخرج من مفترقات الطرق مراقبتها تكون صعبة شوي عندنا نحن اليوم فجر سيارتين سيارة تعاملت معها القوات وفجرتها الثانية كان فيه ضحايا شهداء من جاتي قال عضو غرفة عمريات الطوارب القوات الجوية العميدة مختار فكرون أن القوات الجوية قامت بأكثر من 400 طلعة قتالية خلال الفترة الماضية مؤكدا سقوط طائرة مقاتلة الخميس ونجاة قائدها فعلا عندنا طيارة سقطت السقوط إلى حد الآن التحقيقات جارية غير معروف الأسباب قد يكون عطل فني أو إصابة نحن في حرب والحرب والد فيها هذه الخسائر خسائر إلى حد الآن مع هذا يكمل هائل من طلعات يعتبر بسيط أو يكاد لا يذكر الطيار الحمد لله بسلام وسليم جدا وما فيه شيء مشكلة دعا المتحدث باسم جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى على الحاسي جميع المواطنين إلى عدم دخول بلدتي بن جواد والنفلية لأي سبب كان وذلك لحين انتهاء فرق الهندسة العسكرية من نزع الألغام والمفخخات هناك وأضح الحاسي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الوضع الميدني في بن جواد والنفلية هادئ بعد سيطرة قوات حرس المنشآت النفطية على البلدتين مضيفا أن فرق الهندسة العسكرية تواصل العمل لإزارة الألغام وإبطال مفعول المفخخات التي زرعتها عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة في تلك المناطق أفاد رئيس المجلس المحلي بسرط عبدالفتاح حاسيوي بعودة الحياة للمناطق التي تم تحريرها من عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة مؤخرا وعودة الأهالي لمساكنهم وعوض حاسيوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أنه قام الخميس بجولة تفقدية رفقة مدير أمن سرطة العقيدة نوريا دايكي لمراكز الشرطة والمحاكم بمناطق بوغرين وزمزم والقداحية بعد تأمينها لتقييم حجم الدمار وعمريات التخريب والنهب يذكر أن مديرية أمن سرطة طالبت منتسبها في المناطق التي تم تحريرها مؤخرا بسرعة الالتحاق بأعمارها من أجل القيام بواجبهم في بسط الأمن في تلك المناطق أكدت القوات الخاصة صعيق مقتل أمر غرفة عمرياتها علي المرتج عرحي لمساء الأربعاء وأوضحت القوات الخاصة أن أمر غرفة العمريات قتل جراء انفجار لغم أرضي بمحور القوارشة أثناء تقدم القوات الخاصة بالمحور أعلنت مجموعة مسلحة عن تأسيس سرايا تحت اسم سرايا الدفاع عن بنغازي أمس الخميس وأوضح عضاء السرايا في بيان مصور أن تأسيس هذه السرايا يأتي مناصرة لمجلس شرث بنغازي ولغرفة ثوار جدابيا ودفاعا عن المدينة من أتباع فلول النظام السابق وأرجع البيان سبب تشكيل السرايا إلى ما طال مدينة بنغازي من تهجير وقتل وعودة أجهزة النظام السابق إلى العمل يدا بيد مع إخواننا الأبطال غرفة ثوار تحرير مدينة الجابيا كما أننا نؤكد أن مرجعيتنا هي دار الإفتار فيما يتعلق بالأموال والدماء وما يراه شرعنا الحنيف في التعامل مع من ظلمنا وارتكب الجرم في حق أهلنا وشعبنا ونؤكد للجميع أننا لا ننتمي لأي حزب أو تنظيم داخلي أو خارجي وإنما نحن من أبناء هذا الوطن المبارك المعطاء قال عضو سرايا الدفاع عن بنغازي العميدة مصفى الشركسي أن هذه المجموعة المسلحات تتكون من ثوار المدينة وعسكريين تابعين لمنطقة بنغازي العسكرية وأكد الشركسي في نشرة سابقة أنهم يستعدون للتحرك نحو المدينة وأن همهم الأكبر في سرايا الدفاع عن بنغازي والحفاظ على ثورة السابع عشر من فبراير أنا أمر منطقة بنغازي العسكرية ولدي مجموعة من العسكريين الذين هم عسكريين الثوار الذين بدأوا منذ بداية ثورة 17 فبراير جثا إلى تكف مع ثوارهم نحن نمثل جدوء عسكري ويأكم الثوار العسكريين الذين رفضوا أن ينقلبوا على ثورة 17 فبراير أكد مصدر من مجلس شرى بنغازي أن عربة عسكرية النوع بي ام بي تابعة لقوات عملية الكرامة دمرت بعد انفجار لغم أرضي بشارع الشجر ما أدى إلى مقتل من فيها حسب قوله وأضف المصدر نفسه أن قوات شرى المدينة صدت هجوما وصفه بالواسع لعملية الكرامة في جميع محاور القتال بالمدينة أعلن مستشفى الجلال الجراحة والحوادث في بنغازي استقبال أربعة مدنيين أصيبوا جراء سقوط قذيفة عشوية بمنطقة سيد حسين وأشار المستشفى عبر صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى أن الحالة الصحية للمصابين مستقر أفاد مركز بنغازي الطبي بسقوط قذيفة بالقرب من قسم الولادة بالمركز مسال أربعاء أصرت عن خسائر مادية في المكان وأضف المركز عبر صفحته على فيسبوك أنه تم استهدافه يوم الثلاثة بقذيفة سقطت بموقف السيارات الخاص بالمركز ما تسبب في حرق سيارة بالكامل وأشار مركز بنغازي الطبي لارتفاع عدد القذائف التي أصابته خلال الأيام الماضية إلى خمس قذائف أفادت الأمم المتحدة في تقرير موجه إلى مجلس الأمن الدولي بأن المئات من المقاتلين لا جانب في صفوف ما يعرف بتنظيم الدولة انتقلوا إلى ليبيا مؤخرا بسبب الخسائر التي تعرض لها التنظيم في معارك عسكرية بأماكن مختلفة حول العالم وأضح التقرير أن التنظيم انتقل إلى مرحلة جديدة من الحرب ستؤدي للمزيد من الهجمات على أهداف مدنية ودولية حسب التقرير وقال من عام الأمم المتحدة بنكيمون في التقرير أن عددا من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يأكدت ارتفاع عدد المقاتلين الذين يعودون إلى بلدانهم من سوريا والعراق مشيرا إلى أنهم يسعون إلى تشكيل فروع جديدة للتنظيم في إطار استراتيجيته لتوسيع انتشاره العالمية أوضح تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن ما يرفو بتنظيم الدولة يحاول استخدام وجوده في ليبيا كأرضية للتوسع في أفريقيا بعد انتكاساته في سوريا والعراق تقرير منظمة الدولية اعتبر أن التنظيم يسعى لأن تكون ليبيا ساحة معركته الرئيسية المقبلة ويشير التقرير كذلك إلى أن ليبيا تصنف كأحدى المناطق المحتملة من قبل التنظيم للسيطرة عليها حيث يحاول استخدامها كقاعدة لمد نفوذه في أفريقيا وأورد التقرير معلومات لأحد أعضاء مجلس الأمن الدولي بفادها أن التنظيم قام بجمع الأموال عن طريق بيع النفط من مرافق الإنتاج التي يسيطر عليها التنظيم في ليبيا وتوزيعه على الجماعات الأخرى في جميع أنحاء العالم لكن العضو لم يشر إلى الألية التي تبعها التنظيم في ذلك يأتي هذا على الرغم من أن تنظيم الدولة في ليبيا لم يسيطر على أي من موانئ التصدير في الوقت الذي قام بعمليات تخريب وتدمير للحقول التي هاجمها من دون أن يتمركز بها تقرير التحدى الذي لم يذكر تاريخ كتاباته كونه لم يتضرق الأوضاع التي تشهدها مدينة سيرت وما تثبت الحرب الدائرة الآن والتي أوضحت مدى تقهفر التنظيم ولكن بالنظر إلى الواقع على الأرض يمكن تساؤل عن المضايات التي بنت عليها الأمم المتحدة استنتاجاتها وهناك معلومات تشير إلى انحسار التنظيم في ليبيا خاصة عندما نتابع أخبار المعركة في معقده الرئيسي في سيرت قال عضو مجلس النواب فرج أبو هاشم من القرار الصادر من رئيس المجلس عقيل صالح هو القاضي بعفائه من مهامه متحدثا رسميا باسم مجلس النواب غير قانوني حسب تعبيره وأكد أبو هاشم عبر صفحة رسمية على موقع تواصل الاجتماع فيسبوك أنه انتخب لأداء هذه المهمة من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة صحيحة النصاب مشيرا إلى أنه مستمر في ممارسة مهامه متحدثا رسميا باسم المجلس كما طالب عضو مجلس النواب فرج أبو هاشم رئيس المجلس عقيل صالح باحترام اللائحة الداخلية للمجلس حسب قوله من جهة أكد المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب أشرف الدوس أن تكليف متحدثا رسميا من قبل رئيس البرلمان صحيح قانونيا استنادا إلى المادة الثانية والعشي من القانون الثاني بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب حسب قوله ونقل منقع مجلس النواب عن الدوس قوله أن اللائحة الداخلية للمجلس لا تشترط أن يكون المتحدث عضوا بالمجلس موضحا أن قرار التكليف بمهام المتحدث من ضمن الصلاحيات القانونية لرئيس البرلمان حسب تعبيره وأضف الدوس أن مهام المتحدث الرسمي تنحصر في الاتصال بوسائل الإعلام المختلفة والتعريف بأخبار المجلس ونشاطاته بالإضافة لعقد المؤتمرات الصحفية اللازمة بعد أخذ إذن خاص من هيئة الرئاسة اختتمت الأربعاء فعالية المائدة المستديرة التي نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول المصالحة والسلام والتنمية في الجنوب الليبي وقد شهد هذا اللقاء مشاركة عضاء من مجلس النواب والمجلس الرئاسي على الجنوب عن الجنوب إضافة إلى عدد من الخبراء والشخصيات الوطنية التقرير التالي يسلط الضوء على أبرز مخرجات هذا اللقاء اتفق المشاركون في المائدة المستديرة حول المصالحة والسلام والتنمية في الجنوب الليبي على تشكيل فريق من أبناء المنطقة بتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للتواصل مع مختلف الأطراف بغية تحقيق السلم الاجتماعي ومواصلة الجهود في تجاوز معاناة أهالي الجنوب هذه اللجنة تكون لجنة باسم لجنة التواصل تتواصل مع فرق موجودة على الأرض هذه الفرقة أو المجموعات لها علاقة ولها مجهودات في السابق بحال حالة كثير من المشاكل ما بين المقتتلين في الجنوب سواء كان من القبائل أو عداهم وشدد الحضور خلال بيانهم الختمي على ضرورة حل تشكيلات المسلحة وإعادة تأهيل من كانوا ينتمون إليها وإدماجهم وتم خلال اللقاء أيضا ترح مختلف المشاكل التي يواجهها الجنوب اليبي كظاهرة الهجرة غير النظامية إضافة إلى موضوع عودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم ناقشنا خلال هذه الورشة ورشة العمل المصالحة كيف تتم مخرجاتها طبعا الجنوب السلام أيضا كيف يتم الهجرة غير الشرعية والحقيقة تطرقنا فيها بشكل كبير وكان بوجود المجلس الرئاسي ووجود النواب إلى ضرورة إيجاد الإمكانيات اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة الحقيقة وتبقى المصالحة الوطنية رهانة الكثير من النشطاء والشخصيات السياسية والمحللين داخل ليبيا لتوحيد السفوف ونبذي الفرق بين أبناء البلاد الواحدة نشطنا متواصلة وفيها المؤسسة الوطنية للنفط تقول أن عودة الشركة الفرنسية للاستثمار في ليبيا سيضمن تعافي القطاع البطي والاقتصاد بسفة عامة مستشفى مصرطة يؤكد أصول أحد عشر قتيلا وثلاثين جريحا جراء العمليات العسكرية في سر وعطف فنه يسقط إحدى الطائرات التابعة لعملية البنيان المرصوص ونجاة قائدها موسيقى القوات الخاصة الصاعقة تعلن مقتل أمر غرفة عمرياتها جراء انفجار لغم من أرضين بمحور لغوارشة ومجموعة المسلحات تعلن عن تأسيس سرايا الدفاع عن بنغازية موسيقى أعضاء مجلس النواب والمجلس الرياسي عن منطقة الجنوب يشددون على ضرورة حل التشكيلات المسلحة وإعادة تأهيل عناصرها أكد الناطق باسم مديرية الأمن الوطن الزاوية نبيل بوزوايا أنه من المتوقع فتح الطريق الساحلي بين الزاوية وجنزور قريبا وقال بوزوايا لقناة ليبيا لكل الأحرار إن حكومة الوفاق الوطني تبنت عملية تأمين الطريق الساحلي وكلفت وزارة الداخلية بوضع الأجهزة الأمنية التي تراها مناسبة لهذا الغرض وأشار الناطق باسم مديرية الأمن الوطنية الزاوية إلى أن اجتماعا عقد الأربعاء في طرابلس بين مستشار رئيس المجلس الرياسي فايزة سراج ولجنة المصالحة بطرابلس وممثلين عن بلدية الزوارة وجميل ووجفانة وجزور وككلا والزاوية لبحث تفاصيل تأمين الطريق أعلن الناطق باسم مديرية أمن سبى محمد الدعاب وأن المدينة سجلت 21 قضية قتل خلال شهر مايو الماضي وعوض حدعاب لقناة ليبيا لكل الأحرار أن من بين القتلى خمسة أجانب يحملون الجنسية الشادية والناجرية والمالية والكاميرونية وشخصا مجهول الهوية إضافة إلى 15 ليبيا وأشار الناطق باسم مديرية أمن سبى لأن المدينة شهدت خلال الأشهر الخمسة الماضية مقتلى 97 شخصا وأضح الناطق باسم مديرية أمن سبى محمد الدعاب لقناة ليبيا لكل الأحرار أن جرائم القتل داخل المدينة سببها السطو المسلح والنزاعات القبلية منوها لأن مديرية سبى تفتقر إلى الكثير من الإمكانيات الأساسية مديرية الأمن تفتقر للإمكانيات التي من خلالها تستطيع متابعة الوضع الأمني والقبض على الزجونات في الوقت الحالي طبعا تحدثنا في الكثير من القنوات والإذاعات عن مشكاليات التي تتواجه مديرية أمن مديرية أمن سبها والتي تحول دون فرض السيطرة الأمنية داخل مدينة السبب أعلن الهلال الأحمر فرع زوارة ظهور 25 جثة على الأقل تعود لمهاجرين غير نظاميين على شواطئ بالقرب من مدينة زوارة ونقلت وكالة رويتز عن مصدر من الهلال الأحمر أن فرق المتطوعين من الهلال يعملون على انتشار الجثث مشيرين إلى أن أغلب الضحايا من النساء استنكر بلدي زوارة ظهور عدد كبير من الجثث لمهاجرين غير نظاميين عند شواطئ المدينة اليوم الخميس وحذر بلدي زوارة في بيانه من انتشار الأوبئة بسبب تزايد أعداد الجثث مما يشكل خطرا حقيقيا على المنطقة مشيرا إلى نجاح جهوده التي بذلها للحد من ظاهرة الهجة غير النظامية في حدوده الإدارية مؤكدا أنه لا يستطيع تحمل النتائج الوخيمة لاستمرار عمريات الهجة في المناطق القريبة منه وأعتبر بلدي زوارة أن ظهور هذه الجثث يأتي تزامنا مع تساهل وتراخل جهات المسؤولة في الدولة والمنظمات الدولية عن تنفيذ وعودها أو القيام بردة فعل حقيقية على أرض الواقع محملا إياهم كامل المسؤولية حسب قوله أعلنت جمعية الهلال الأحمر فرع شحات أنها انتشرت يوم الأربعاء جثة من الشواطئ القريبة من منطقة راس الهلال الواقع شرق مدينة سوسع وأوضح منصق الإعلام بالهلال الأحمر شحات أحمد زيدان عبر صفحة الجمعية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أوضح أن فريق انتشار الجثث توجه إلى الموقع بعد تلقيه بلاغ من بعض المواطنين ونقل الجثث إلى مستشفى مدينة البيضاء أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنعال أن قطاع النفط والغاز في ليبيا يعتبر جهة واعدة للعمل والاستثمار بالنسبة للشركات الفرنسية وتطوير التعاون بين ليبيا وفرنسا وأضف صنعال في اجتماع له مع عدد من الشركات الفرنسية العاملة في مجال النفط والغاز بباريس أن عودة الشركات إلى العمل في ليبيا سيساعد في استقرار البلاد ويضمن تعافي القطاع النفطي والاقتصاد بصفة عامة وقال نايب رئيس شركة توتاليا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستيفان ميشيل أن الشركة مستمرة في العمل مع المؤسسة الوطنية للنفط وهي على استعداد لتقديم الدعم الفني للشركات الليبية وتطوير حقل المبروك النفطي قال محافظ مصف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري أن اتباعة الأوراق النقدية وطرحها ليست الحل النهائي لأزمة السيولة ولكن يجب أن يتبعها إجراء يتعلق بسحب الإصدار النقدية السادسة من التداول في مرحلة ثانية وضف الحبري في مؤتمر صحفيا تحسين الخدمات المصفية من خلال تطوير وسائل الدفع البديل للنقد ومعالجة سعر صرف بطريقة ملائمة وتنظيم التجارة الخارجية تعتبر من الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد ودع الحبري جميع المواطنين إلى وضع ثقتهم في المصارف الليبية وعدم صحب أموالهم منها كما طالب كهفة التجار ورجال الأعمال وشركات بإداء أموالهم في المصارف احتلت ليبيا المرتبة الحادية والستين بعد المئة من مجموع مئة وثمان وستين دولة حول العالم في مؤشر الفساد لزانة 2015 ووضحت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي عن مؤشرات الفساد في القطاع العام في دول العالم أن ليبيا تعد من الدول الأكثر فسادا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث احتلت المرتبة الثانية بعد العراق وأشارت المنظمة إلى أن هناك عوامل ساعدت على ارتفاع مؤشرات الفساد منها الصراعات السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد والتمدد ما يعرف بتنظيم الدولة والتضييق على الحريات وارتفاع نسب الفقر دعت دار الإفتاء الليبية في بيان لها المواطنين في مختلف المدن الليبية إلى تحري هلال شهر رمضان المبارك عند غروب شمس يوم الأحد القادم الموافق للخامس من يونيو وطلب مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابعة لدار الإفتاء من المواطنين لإدلاء بشهاداتهم لدى أقرب فرع من فروع دار الإفتاء أو لدى أقرب المحاكم الجزئية التي ستفتح أبوابها لهذا الغرض حسب ما جاء في البيان إلى عنوين النشرة مستشفى مصراط يؤكد وصول أحد عشر قتيلاً وثلاثين جريحاً جراء العمليات العسكرية في سر وعطب فني يسقط إحدى الطائرة التابعة لعملية البنيان المرصوص ونجاة قائلها القوات الخاصة الصائفة تعلن مدخلها من غرفة عملياتها جراء انفجار لغم أرضي بمحور الغوارشة ومجموعة المسلحات تعلن عن تأسيس صرايا الدفاع عن بانغاز أعضاء مجلس النواق والمجلس الرئاسي عن منطقة الجنوب يشددون على ضرورة حل التشكيلات المسلحة وإعادة تأهيل عناصرها يشددون على ضرورة حل التشكيلات المسلحة